السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطلبة والطالبات الأعزاء طلبة الصف الخامس الابتدائي للمدارس العربي والمدارس التجريب لغات والمدارس اللغات وأولياء أمورهم الكرام المشاهدين والمتابعين لمنارة العلمي English for you أهلا ومرحبا بكم في لقائكم المتجدد على منارة العلمي English for you مازلنا مع بعض في سلسلة حلقات شرح منها Connect 5 للصف الخامس الابتدائي والنهاردة معادنا محل أسئلة Unit 5 Lesson 3 من كتاب المعاصر والباهر وجم وبت باي بيت طبعا Lesson 3 كان بعنوان Tourism Helps Our Community السياحة وفايدتها للمجتمع بتاعنا وإزاي السياحة بتساعد المجتمع هنحل مع بعض طبعا من الكتب الخارجية دي كلها عشان يبقى عندنا فكرة عن طريقة الأسئلة عن الدرس ده ممكن تجينا في الامتحان إزاي بناخد من كل الكتب الأفكار اللي فيها عشان ما نتفاجئش في الامتحان بأي فكرة جديدة ويبقى عارفين كل الأفكار اللي ممكن تقابلنا طيب لو لسه ما اشتركتوش معايا لحد دلوقتي أو أول مرة تشوفني فأنا منارة العلم English For You قناة على اليوتيوب بشرح منها Connect Four وConnect Five للصف الرابع والخامس الابتدائي محاولة مني للتيسير على أولياء الأمور وإن أنا أسهل عليهم المادة وأسهل عليهم المناهج الجديدة وطبعا ده زكاة علم بدون أي عائد مادي خالص كل المطلوب منك أنك أنت تروح على تطبيق اليوتيوب تكتب فيه شريط البحث منارة العلم بالعربي English For You بالإنجليزي هتفتح معاك الخناة هتلاقي الفيديوز وتحت الفيديو فيه زرار أحمر مكتوب عليه اشتراك أو سبسكرايب فعل الزر الأحمر ده بإنك تدوس عليه وتفعل الجرس على الكل عشان أي ما ونزل أي فيديو يوصلك إشعار فتدخل وتتابع معايا طيب يلا بقى هنقول سبحانك لا علم لنا إنما علمتنا إنك أنت علم الغيوب واللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل وأنت ستجعل علينا كل صعب سهل بإذن الله وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم ومع تدريبات كتاب المعاصر على lesson 3 أول حاجة بيقول read and complete the text with words from the books يعني اقرأ وكمل النص اللي عندنا بكلمان مثل موجودة في الصندوق طبعا لازم أبقى مذكر الدرس كويس حافظة من فوكابلال اللي عندي في الدروس مترجمة الدرس كويس عارفة الـ propositions كل حاجة بيجي معايا حرف جر إيه وحرف الجر بمنقوع وفين بالضبط في الجملة وبقى عارفة الـ expressions التعبيرات إمتى قلت التعبير ده وترتيب التعبير بيكون إزاي وفاهمة بقى الترجمة بتاعتي والأحداث عشان أعرف أحب طيب أول كلمة هنا معايا بيقول prepared اللي هو يحضر city اللي هي مدينة island اللي هي جزيرة monuments اللي هي القصار stores اللي هي القصص بيقول one place you will find amazing Egyptian tour guides is in Nubia I went there with my family last week Nubia has many historical A like the great temple of Ramses 2nd and the A of Feli the hotel chef in Nubia had A a delicious breakfast our guide told us A of old Nubia and its history all the way to أبو سيمبل طيب تعالوا نترجم بقى طبعا هي عبارة عن مجموعة من السطور من التكست الأصلي ويعاملها كقطعة ممكن الكطعة دي وهي متكملة كده تجيلي كreading text أو listening text ويجيلي عليها الأسئلة بتاعتها أو تجيلي كده زي complete أو في ال end gaps زي ما هي جاية دلوقتي أو ياخد لي منها جمال منفصلة ويجيبها لي فيه اللي تشوز طيب هنا بيقول one place you will find amazing Egyptian tour guides in the Nubia يعني واحد من الأماكن اللي تقدر تلاقي فيها ملشدين سياحيين مصريين مدهشين هي النوبة بيقول I went there with my family last week أنا ذهبت هناك مع العيلة بتاعتي الأسبوع اللي فات أو الأسبوع الماضي Nubia has many historical A عايز يقول أن النوبة مليانة بالأثار التاريخية يبقى Nubia has many historical monuments وبعدين بيقول like زي إيه بقى الكلام ده الأثار التاريخية دي like the great temple of Ramsees second يعني زي معبد Ramsees الثاني المعبد الكبير بتاع Ramsees الثاني and the A of Fealy طبعا عايز أقول جزيرة Fealy يبقى and the island of Fealy اللي هي جزيرة Fealy the hotel chef in Nubia had a delicious breakfast عايز أقول أن الشيف الموجود في الفندو الموجود في النوبة حضر لنا فطال لذيذ فبقول prepared a delicious breakfast يعني حضر لنا فطال لذيذ Our guide told us stories of old nobia يعني المرشد السياحي حكلنا كصص عن النوبة الأديمة and its history all the way to abo simple والتاريخ بتاعها وقاعد يحكينا الكلام ده طول الطريق وإحنا ماشيين رايحين عند معبد abo simple طبعا زي ما اتفقنا ممكن قطع زي دي تجي لي listening ويجي لي تحتية true force أو ممكن تجي لي reading ويجي لي تحتيها أسئلة اللي تشوز وأسئلة أجب عن الأسئلة المقالية فمهم إن أنا بقى عارفة الترجمة وأبقى فاهمة سياك الكلام رايح فين وجاي منين وبيحكي إيه عشان أعرف أحل طيب السؤال الثاني بيقول read and match a with b اقرأ ووصل العمود ايه بالعمود بي بيقول I watched the beautiful عايزون أنا شاهدت طبعا عايزيقول أنا شاهدت منظر الغروب الجميل من فوق أبو سيمبل يبقى I watched the beautiful sunset over أبو سيمبل يعني شاهد الغروب من فوق أبو سيمبل يبقى number one هتاخد معاها E طيب number two بيقول we should be يجب علينا أن نكون طبعا friendly with tourists يعني نكون ودودين و بنعمل السياح بكأننا أصدقاء يعني معاهم نعملهم معاملة طيبة عشان طبعا يقولنا ثاني يبقى number two تاخد معاها A number three بيقول he bought seven years يعني هو اشترى هداية اسكرية طبعا هو اشترى الهداية دي from the market traders يعني من المحلات بتاعة التجار الموجودة في السوق هي what's the news from the market traders we mustn't مش المفوض ان احنا نعمل ايه طبعا we mustn't walk on the grass مش المفوض ان احنا نمشي على الحشيش لان الحشائش دي هي نبات هي كأن حي يعني هي بتتنفس وفيها الروح وفيها الحياة زيها زي الإنسان فانت لما بتدوس عليها كده انت كده كأنك بتقتلها كأنك موتتها فعشان كده you mustn't walk on the grass مش المفوض ان احنا نمشي على الحشائش و number four تاخد معاها B طبعا زي ما اتفقنا نخلي بالنا من سؤال التوصيل واخلي بالي كويس وانا بترجم وباختار عشان ما اخطش اختيار بتاع جملة احط الجملة تانية يترتب علي ان الجملتين يكونوا غلط وانقص الدراجتين وممكن يترتب علي ان باقية التوصيل كله يكون غلط فاخلي بالي طيب هنا سؤال number three بيقول reorder the words to make correct sentences يعني يرتب الكلمات لتكون الجمل الصحيحة سؤال reorder او rearrange اللي هو سؤال الترتيب طبعا بيقول animals وليد after looks طبعا عايزين نعرف بقى قواعد سؤال الترتيب اللي احنا عمليين نقولها طول الفيديو اهم حاجة والحاجة الاساسية اني اكون مذكرة درس قرأ الدرس كويس ومذكراه واكون حفظة الكلمات وفهمة المعلومات اللي جايالي في الدرس ومستوعباها وحفظة ترجمتها بالعربي وترجمتها بالانجلش وبعرف اقراها عشان لما يجي لي سؤال اعرف ترتيب الجملة واعرف اكتبه لان الترتيب بيعتمد على ترجمتك للجملة دي عشان تعرف تترجمها وتعرف ترتبها طيب كمان في قواعد بقى تانية اللي هو قواعد ترتيب الجملة الجملة بتتكون من subject اللي هي الفاعل ثم الverb اللي هي الفاعل ثم الobject اللي هي المفعول طيب الفاعل هو بيساعدني وبيحط لي تحتي خط عشان ابدأ به ممكن ما يكونش مكون من كلمة واحدة ممكن يكون مكون من اكتر من كلمة فخلي بالي من حاجة زي كده لو حط لي هو تحت كلمة the بس معناها l طب l a روح بقى دور على بقية الكلمة اللي هي الفاعل وقد يكون برضو الافعال مكونة من اكتر من فاعل زي مثلا present continuous او past continuous اللي هو بيكون من verb to be زائد verb plus ing فهنا يبقى الفاعل عندي كذا حاجة ولما بقول يستطيع ان يفعل كذا بيبقى can زائد المصدر ولما بقول في future بيبقى will او shall زائد المصدر فخلي بالي برضو من النقط دي ان ممكن الفاعل يكون اكتر من كلمة وممكن الفاعل ذات نفسه يكون اكتر من الكلمة خلي بالي برضو في الصفة والموصوف ان احنا بنعكس مش زي العربي بتعكسي يعني في العربي بتقولي مثلا بنت شطرة جبتي الاسم اللي هو البنت وبعدين الصفة بتاعتها انها شطرة في الانجلس بتقولي clever girl بتتدقي بالصفة الاول ثم الموصوف وطبعا اخذنا الجدول بتاع الصفات لو عندي اكتر من صفة هتتبهم ازاي ان انا بابدأ الاول في الصفات بالsize وبعد كده بالage بعد كده بالcolor بعد كده بالmaterial وطبعا لو انا هلتب سؤال بشوف برضو قواعد الترتيب بتاعت السؤال اني بشوف السؤال ده بدأ معايا بأداة استفهام او أداة سؤال يعني ولا بدأ معايا بفعل مساعد لو أداة استفهام هبدأ بأداة الاستفهام ثم الفعل مساعد ثم الفعل ثم الفعل الاساسي ثم التكملة اما لو بدأ بالفعل المساعد يبقى هاعين أداة السؤال خالص يبقى هبدأ بالفعل المساعد ثم الفعل ثم الفعل الاساسي ثم التكملة وأخلي بالي برضو أن لما بيبدأ بأداة سؤال ممكن أداة السؤال تبقى مكونة من أكتر من كلمة يعني مثلا لما أقول how much لما أقول how many لما أقول how long لما أقول what color يبقى كده مكون معي من كذا كلمة فأخلي بالي من المواضيع دي طيب تعالوا بقى نطبق الكلام ده على الأسئلة اللي معي بيقول animals وليد عايز أقول أن وليد بيعتني بالحيوانات هقولها إزاي هبدأ بالفعل وهو مساعدني وحطري تحتي خط اللي هو وليد وبعدين الفعل اللي هو looks after ويعتني بإيه بالحيوانات يبقى animals يبقى وليد looks after animals يعني وليد بيعتني بالحيوانات طيب الغملة اللي بعد كده بيقول forget mustn't have علي his today عايز أقول أن علي يجب عليه أنه ما ينساش الطائية أو البرنيتة بتاعته أو الكباعة بتاعته النهاردة أقولها إزاي هبدأ بالفعل اللي هو علي وهو مساعدني وحطيتلي تحتي خط بعدها هجيب الفعل اللي هو هنا فعل الإلزام اللي هو mustn't plus المصدر plus infinitive اللي هو المصدر يبقى mustn't forget يبقى هنا الفعل عندي تكون من جزئينه اللي هو mustn't ويجب المصدر اللي هي mustn't وبيجي بعدها المصدر وبعدين مش المفروض أنه ينسى إيه his hat طييته هو إمتى today النهاردة يبقى علي mustn't forget his hat today طيب number 3 بقول bus catches every he the morning عايزة أقول إن هو بيركب الأوتوبيس كل صباح يبقى بقول he catches the bus every morning هو بيلحق الأوتوبيس كل صباح هبدأ به وهو مساعيني وحديث لي تحتها خط اللي هي الفاعل ثم الفاعل اللي هو catches وبعدين هو بيلحق ايه أو بيركب ايه the bus يبقى ده المفعول بيركبه إمتى every morning اللي هو كل صباح يبقى هي catch the bus every morning يبقى عن طريق ترجمتي للجمل وفهمي لمعنى الكلام ومعرفتي لترتيب الجملة اللي بتتكون من subject ثم الverb ثم الobject اللي هي فاعل ثم فاعل ثم مفعول عرفت إن أنا أرتب الجمل بتاعتي وبالتكرار والتمرين هيبقى الموضوع أسهل وأسهل طيب يلا نشوف السؤال بعد كده بيقول complete the sentences with the correct form of the words in the brackets عايزة أكمل الجملة بإن أنا أصحح الأفعال الموجودة عندي دي أصحح تصرفها وأصحح الكلمة الموجودة عندي دي بين الأكواس هنا number 1 بيقول my sister usually a yogurt for breakfast عايزة أقول إن أختي دايما بتاكل الزبادي للفطار طيب يجول دي علامة من علامات المضارع البسيط يعني علامة من علامات present simple tense طيب وmy sister دي ممكن أشيلها وحط بدلها she طيب وshe دي من الضمائر المفردة يبقى إحنا قلنا إن الضمائر المفردة أو ما ينوب عنها من أسماء اللي هي she أو my sister معاهم في المضارع البسيط بنحط للفعل يا إما اس يا إما إي اس يا إما آي إي اس على حسب نهاية الفعل هنا الفعل eat يبقى المفروضة حط له اس عشان my sister اللي هي she مع المضارع البسيط بيتحط لها الاس يبقى my sister usually eats يبقى إيه حطت لها الاس طيب هنا بيقول I french وبيقول not speak عايز أقول أنا لا أتحدث الفرنسية إحنا اتفقنا إن في زمن present simple tense أو زمن المضارع البسيط لما باجي أنفي الجملة أو أعمل جملة منفية بشحت فعلي المساعدين بشحت do وبشحت does طيب do اللي هي تبقى don't وdoes اللي هي تبقى doesn't بستخدم don't مع الضمائر الجمع اللي هي they و we وبستخدمه مع you وال I وبستخدم doesn't مع الضمائر المفردة اللي هي he والshe وال it طيب أنا هنا عندي I يبقى إذا هشحت له don't يبقى هقول I don't وبعد don't دي بيجي المصدر فهجيب الفعل من غير أي إضافات يبقى I don't speak يبقى I don't speak French يعني أنا لا أتحدث الفرنسية طيب السؤال بقى كده بيقول you a clean your teeth everyday هنا الحاجة اللي يجب أعملها أو الحاجة الصح بقول you must أو must أفعل كذا والحاجة الغلط اللي مش المفوضة أعملها بقول mustn't يعني مش لازم أن أنا أفعل كذا طيب هنا أن هو clean your teeth everyday أن أنت تنظف سنانك كل يوم طيب دي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة دي حاجة كويسة حاجة مفيدة يبقى إذا عليك إلزام أن أنت تعملها يبقى هقول you must clean your teeth everyday يبقى لابد أن تنظف أسنانك كل يوم يبقى هستخدم must اللي هو يجب أن مش mustn't طيب number four بيقول هي a talk in the library مش المفروض أن هو يتكلم في المكتبة المكتبة دي كل واحد بياخد كتاب بيقرأ فيه فيبقى عايز يركز فعشان ما يبقاش فيه صوت كتير والناس ما تفقدش التركيز ويبقى فيه هدوء كده والواحد يستوب اللي هو بيقرأ فمش لازم يتكلم في المكتبة يبقى إيه طالما مش لازم يعمل حاجة ومش صح إن هو يعمل حاجة دي يبقى mustn't يبقى هقول he mustn't talk in the library يعني مش المفروض إن هو يتكلم في المكتبة يجب أن لا يتحدث فيه المكتبة طيب number 5 بيقول علا علا تعين شامس university عايز أقول إن علا بتدرس فيه جامعة تعين شامس طيب علا دي من الأسماء المفردة اللي بيعود عليها ضمير مفرد وهو شيء يعني ممكن أشير علا وحط بدلها شيء طيب والجملة دي هي present simple tense يعني مدارع بسيط يبقى معشيء المفروض إن أنا أضيف للفعل يام اس يام اس يام اس يام اس طيب تعالين نشوف نهاية الفعل نهاية الفعل y طيب هو قال للقعدة إن نهاية الفعل y عندي حالتين أبصر الحرف اللي قبل y ساكن ولا متحرك يعني إيه يامس حروف ساكنة ويعني إيه حروف متحركة جميع حروف اللغة الإنجليزية حروف ساكنة معايدة خمس حروف اللي بنسميهم حروف متحركة أو vowels اللي هم إيه الحروف دي اللي هم إيه الـ i الـ e الـ u هم دولة الفاول طيب القعدة قالت لي لو الفعل منتهي بY وقبل الـ y حرف فاول يعني A أو I أو أي أو 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 يو ساعتها هسيب الـ Y زي ما هي وهضيف للفعل اس في زمن المدارع البسيط مع هي وشي وإت طيب لو الفعل منتهي بY وقبل الـ y ساكن زي حرف D ده من الحروف الساكنة يبقى مع هي وشي وإت الـ y دي هتتقلب تبقى i وبعدين هضيف اس فعشان كده قلبت ال while i وضفت ال es بقت علا studies at aynshams university يعني علا بتدرس في جامعة عين شمس طيب number 5 بيقول read and shoot the correct answer from a b c or d هنقرأ ونختار الإجابة الصحيحة من البدائل اللي عندي بيقول we a forget our books at school مش لازم ان احنا ننسى الكتب بتاعتنا في المدرسة حاجة مش المفروض ان انا عملها يبقى mustn't على طول يبقى اختار mustn't يبقى we mustn't forget our books at school طيب number 2 بقول we a games every week end يعني احنا بنلعب الكورة كل اجازة every زائد اي حاجة يعني every week end every morning, every day, every friday, every month, every year زائد اي حاجة دي علامة من علامات المدارع البسيط او present simple tense طيب اشوف بقى الضميل اللي عندي هو مديني we وwe دي من الضمائر الجامع طب الضمائر الجامع مع present simple tense بيبقى ازاي؟ بيبقى الفعل زي ما هو من غير اي اضافات يعني كأن الفعل بيكون في المصدر يعني ايه الفعل من غير اي اضافات؟ يعني الفعل مش مضاف له لا s ولا es ولا ies ولا d ولا ed ولا ied ولا ing يبقى تعالوا هنا فين الفعل اللي ما فيوش الكلام ده؟ ده في s يبقى مخدوش ده في ing يبقى مخدوش ده في ed يبقى مخدوش يبقى اخت play اللي هي الفعل مش مضاف لها اي حاجة خالص لان we ده ضمير جامع يبقى we play مفهومة؟ طيب number three بقول you mustn't a in the class طبعا مش مسمح لك ان انت تاكل في الفصل mustn't او must يبيجي بعديهم المصدر يعني ايه المصدر؟ يعني الفعل من غير اي اضافات يعني الفعل ما فيوش لا s ولا es ولا ies ولا ies ولا d ولا ed ولا ied ولا ing يبقى انا هنا اختار ايه؟ ده في ing مخدوش ده في s مخدوش ده في to eat لا هي بيجي ما بيبقاش في فاصل ما بين المست والverb يجي بعديها الفرب في ال infinitive على طول يبقى اختار eat يبقى you mustn't eat in the class محدش يتلغبط وياخد to eat لا هي ايت ما بيجيش قابلها اي proposition خالص طيب number four بيقول نوها a help her sick brother يعني نوها المفروض عليها انها تساعد اخوها العيان يبقى نوها must طالما حاجة حلوة المفروض انها تعملها يبقى يجب ان يبقى نوها must help her sick brother يعني نوها المفروض تساعد اخوها العيان طيب number five بيقول mrs soha doesn't eat us english عايز اقول ان mrs soha دي مش بتدرس لنا اللغة الانجليزية طيب هو ده زمن present simple tense يعني زمن مضارع بسيط ومعايا mrs soha يعني ممكن اشيلها وحط بدالها شيء طيب وده ضمير مفرد يبقى يجي معاها s ثواني الجملة دي مش مثبتة الجملة دي منفية عشان انفيها بشحت بشحت مين بشحت don't او doesn't وقال لها تعالي ساعديني عشان انفي الجملة طالما هي ضمير مفرد او ما ينوب عنه من اسماء اللي هو هنا mrs soha اللي بينوب عنها شيء فبشحت لها does وهي منفية يبقى doesn't طيب doesn't لما بتجي في الجملة بتعني الاس من الفعل فdoesnt يجي بعدها المصدر بس ساعتها اجيب الفعل برضو من غير اي اضافات يعني ساعتها الفعل ما يبقاش فيه لا s ولا es ولا ies ولا d ولا ied ولا ied ولا ied ولا ing ليه؟ لان doesn't خلاص بتاخد الاس ما بحطهاش حتى لو الفعل اللي عندي سوريا حتى لو الضمير اللي عندي او الاسم اللي عندي مفرد معنا خلاص حبتتضز بدل الاس فما يبقاش فيه اس لان القاعدة كمان بتقول لي ما ينفعش يجي فيعني مصرفين في جملة واحدة هي الدود صرفت بقى الض انا قريدي حطت لها الاس بتاعت الافراد او بتاعت عملية انها تيجي مع ضمير مفرد فخلاص هي اصلا كان اصلاها دو وحطت لها اس بإدداز فما حطش اس تاني تمام فييجي بعديها المصدر على طول يبقى اختار الفعل اللي ما فيهوش اي حاجة اللي هو teach لان مش ما ينفعش اختار فعل منتهي باس ولا ing ولا يكون الفعل قابليه اخدوا فعل في المصدر خاني من اي حاجة خالص فاقول سؤال 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 النقاط البنكتوائشن عن مدرات الترقيم أيضا كل فيديو سأخبركم ارجعوا للفيديو المشروح rating على القناة ستدخل على قناة منارة العلمي English for You على اليوتيوب منارة العلمي العربي بالنجليزي وبعدين ستدخل على قائمة التشغيل وتجيب القائمة الخاصة بشرح منهج الصف الخامس الابتدائي وبعدين تجيب الفيديو الخاص بالبانكتواشن وتجيب الفيديو بتاع الأمثلة في واحد للشرح وفي واحد للأمثلة المتطبقة عليه عشان تعرف كل الكواهد وتاخد الدركتين بمجردها سهولة في الامتحان هم فعلاً دركتين بس انت أولى بهم لي تسيبهم هم سهلين جداً لانت تلموهم طيب هنا بيقول القاعدة بتقول لي إن ببدأ الكلام بكابتل لتر فالأم دي هتكون كابتل لتر وده هيكون جملة فيكون آخرها الفورستوب طيب بعدك بيقول يعني أنا أريد أن أكون مرشد سياحي هنا الآي أصلاً القاعدة بتقول لي إن هي أي مكان بتيجي في في الجملة طالما الضمير آي مش الحرف آي الضمير آي اللي هي معناه أنا فهي بتلقى معرفة في أي مكان تيجي في في الجملة تبقى كابتل لتر وطالما هي كمان جات أول الجملة فأنا كده كده ببدأ أول الجملة بكابتل لتر وهنهي الجملة بفول ستوب ويبقى أنا كده عملت البانكتو ويشن المطلوب مني وبرضو ذكروا الفيديو كويس عشان أي بانكتو ويشن يجيلكوا ممكن يجيلكوا حاجات بقى فيها صعوبات وفيها منادة فيها أباستروف الحاجات دي تبقوا عارفينها تمام طيب كده خلصنا مع بعض أسئلة كتاب المعاصر على اللسن هنحن بقى دلوقتي مع بعض أسئلة كتاب الباهر الغرض من حل الأسئلة دي مش عشان أجمع اللي معاكتاب المعاصر واللي معاكتاب الباهر واللي معاكتاب البابيت لأ حتى لو ما معاكش الكتاب ادخل وشوف الأسئلة أنا منازلالك الأسئلة ممكن تاخدها سكرينشوت وترجع تحلها بعد وتتفرج على الفيديو في كاشكول حتى لو انت مش معاك الكتاب إنما عشان تاخد أفكار متنوعة عن السؤال بيجي لك إزاي على الدرس ده فهتخش الامتحان مش هتلاقي بقى سؤال بره الحاجة اللي احنا واخدينها لأنه خلاص قريدي احنا خدنا كل الأفكار فمش هتتفاجئ بصورة جديدة ترجمة نانسي قنقر